بحرية واريحية تامة يتجول زعماء الانقلاب في مناطق سيطرتهم برا وبحرا هنا رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الاعلى وقيادات في الميليشيات يزورون جزيرة كاميران بالقرب من الحديدة على مسمع ومرأة من الجميع رغم ما تمثله هذه المنطقة البحرية لقوات تحالف العربي من اهمية استراتيجية حيث يمتلك التحالف فيها قوة اساسية وفاعلة الا ان هذه التحركات الامنة تجري في اكثر المناطق عرضة للقصف لا سيما وقد استهدفت من قبل بوارج حربية تابعة لتحالف ذاته تثار الكثير من الشكوك والتساؤلات حول دور القوات الجوية للتحالف التي تمضي معصوبة العينين عن مواكب من اشعل الحرب والحرائق في هذا البلد والتي خلفت هذه المأساة الهائلة على اليمنيين يذهب مراقبون الى ان الظهور المريح لقادة الميليشيا يحمل اشارات واضحة مفادها ان التحالف لم يعد معنيا بامر ما يدور في الاراضي اليمنية شمالا او ان مخابرات تحالف تبدو عاجزة عن اصابة الانقلابيين بالشلل تغيب مقاتلة التحالف فيما تحضر في مناطق اخرى بضرباتها التي تحصد ارواح مدنيين فيما بات يعرف بالضربات الخاطئة ومما لا شك فيه ان لا علاقة هنا للقوة او قدرة هذه الميليشيات على تلقي ضربات التحالف والنجاة منها فلم يعود التحرك بحرية محصورا على قيادة الميليشيات الحوثية فحتى الرئيس المخلوع عاد للتنقل والالتقاء بقيادة حزبه جهارا نهارا بعد عامين من الاختباء لم تتغير تصريحات قادة الميليشيا المعادية للتحالف والشرعية مع بقاء صوت طبول الحرب مرتفعة في مواجهة خفوط الاداء العسكري للتحالف وتوقف العمليات العسكرية بالرغم من احرازها تقدما ملموسا في الساحل الغربي وغيره من نقاط تماثي المواجهات الا انها وبحسب متابعين لا هدف لها من ذلك الا ايصال رسائل بان القوات الموالية للشرعية قادرة على احداث تحول في الارض يغير معادلة السيطرة غير ان النوايا غير مكتملة لانهاء الانقلاب عسكريا لدى التحالف على اقل تقدير يتساءل اليمنيون ما اذا كانت قوات التحالف فقدت فعليتها ام انها فقدت رؤيتها للاهداف وتركت لضرباتها تلقف اجساد المدنيين ام ان هناك حسابات اخرى دخلت في خط المعركة واثرت على سيرها